وعودة مع المشاهدين وطبعا من بعد هالتلات أطباق لعنا الطبق الأخير اليوم طبق كمان نعطي فكرة ست البيت مشاهدين اذا في حال كان عنكم ضيوف وما عنكم شي ضيفو بالبيت نحنا فينا نستعيم بالبسكوي والحليب المكسف واجهاز الهند والككاكاو طبعا هالراد وصفة هي وصفة سهلة وسريعة ما بدا وقت كتير بس اكيد خلينا نشوف المكونات ونعودوا معكم مكونات كرة كعك مع جوز الهند بسكويت عدد عشرة حليب مكسف نصف كوب جوز الهند كوب وكاكاو بودرة رشي لك مشاهدين اكيدا نحنا عنا الكاكاو والجوز الهند والبسكويت والحليب مكسف كمان بجوز الهند كمان بعد ما نحط جوز الهند بدي رش شوية كاكاو هايك عن ناعي تحتها يكون عندنا هالتتش الحلو بس ننزل هالكورات يعطو هايك المنظر الحلو هون نحنا هالبسكويت اللي موجود عندنا مشاهدين هون الى قطع صغيرة كمان نحضيف الجوز الهند والكاكاو وكيدي هون نحن نضيف نحنا هون الحليب المكسف ونخلط هالمزيج تدريجيا تحتى يمتص هالمزيج البسكويت مع الشوكولات فيكن تهمق لون الشوكولات قد ما بدكن فيكن تأول كاكاو ديما نبسوا جوانتي او كفوف بأيديكن تحتى نحصلها على هالجعجينة المكسفة هون كمان هضيف على الجوز الهند لح تكون الطعمة كتير طيبة ومميزة بتاخد الشغل دقيقتين ما بده وقت كتير مشاهدين هون هون لكن البسكويت نح نعملها بشكل كرة وطبعا نغطى بيجاوز الهند فيكن تحطوها شوية بالبراد وهي شي ما بيتخله لا بايد ولا شي ابدا كمان نحن نجح نعمل كرة تاني شوفوا هالشكل الحلو بها الضياف الحلوة اللي طلعت معنا باقل مدقيقتين كمان من كعزلة حاطر لها جزاز الهند نغطى بيجاوز الهند نستمتع بالطعم زاز الهند الطيب كمان ازا حدا اللي بيحب الشوكولاتة اللي حفينا نعملها بالكاكاو كمان بشكل كرة نغطها بالكاكاو شوفوا بشو بتطلع منظر جميل جدا فينا نحطها شوية بالبراد بتصير تمسكها بعضها ونغطناها ملكين اربع جزاز الهند واربع مع الكاكاو فيكن كمان ازا بدكن مع كسر الكاجو او الفستو او صنوبر فينا نطيع لوبيت كمان هون كين بهالشكل نحن نغطى مع الكاكاو كاكاو هون فينا نعملها كمان نص كاكاو ونص جوز الهند ونغطى ونغطى والشي بين جوز الهند وهون نغطى بالكاكاو وهيك تطلع نص بنص نص فينا نتفلن فيها لكن هون بنص جوز الهند وبودرة الكاكاو كمان نعملها هون هون لدينا بعض حبتين وقتنا شيرف عن انتهاء فكرة كتير حلوة مشاهدينا تحت تجربوا بالبيت سادقول ما بتاخد معك الوقت كتير نحن هقل من خمس تقايق بودرة صار طبع جاهز هون لك النص جوز الهند وسكر البودرة هون هون اربع أطباق مشاهدينا بأقل من خمسة